السلام عليكم البنات كديرين لبس عليكم باخير شخباركم شكتعودوا كل شي مزيان كانت من ان شاء الله هذا الفيديو هل يلقاكم في أحسن الأحوال ستكونوا فرحة ناس ونشطاتوا على خير وكان رغم هنا نشكركم بزاف بزاف على التفاعل لديكم مع الفيديو اللي فات كنقول لكم للي خطيكم مني وشكرا لكم بزاف هنا يا في هذا الفيديو البنات ما شاركش معكم فيه تقديا لأن الفيديو غادي جي طويل فشاركت معكم غير الترتيب ديالها وان شاء الله الفيديو جي غادي نحط معكم تقديا كاملة اللي تقديت تقريبا الأساسيات اللي كان ناخد باش كان دو الشهر فكما اشتوا أول حاجة كان سالي يتيد هاتا اخذي التيد كنت خليت هدوك جوجة البنات كانوا بروموسيو خليتهم مهم شوني خويت وحدة في وحدة لحقش ما كيكونوش عامرين تال فوق صافي بلا ما نبقى كل وحدة شادة لي البلاسة خويت كل وحدة في الأخرى هنا كما كتشوفو وقاتي كان ناخد ثلاثة را كي يضي وني البنات أن رمك قاتي را كنديرو مرة وحدة في النهار وفي الصباح را كنحاول ندير لهم غير حليب مع شكلات ولا بل مرس كيبغوتة بطب هكا بالقهوة ندير لهم واحد الكيمياء اللي قليلة وصافي هنا يسكرت هوا البنات ديال القهوة ما كيخطانيش البنات هذا كي يجيني حسن من السانيدة ما كيروون شبح السانيدة صافي قليل نعمر القريعات نعمر هذه الججاج كيف ماشتو ونعمر حتى هذه حتى هذه ديال الميكا كيف ماشتو سوف نحاول إن شاء الله ردكو لحاجة بلاستان حي دالية تقديا هي اللولا وراء البنات كان عندنا العجاج 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 بأقادير فاش كنت نصور لكم مثلا ما نعود لكم على واحد الجو وعدنا الله يرحمنا يا ربي الله يعطينا شي اشتوى وعلى قد نفع لأن الناس أكادير غاد يعرفوا الجو اللي كان عندنا هاد الأيام فالنفسية للناس ما نعودش لكم محتاجة غيل الشتاء وصافي عطينا ديك الغبراء كاملة دخلت عندي الكوزينة عاد مسح ديك الغبراء وكنت عاد مخملة وكل شي وبحالة تضرب لي هي كل شي في السايرو ولكن قلت لله غاد ينود ونصور مع البنات وردت قدية البلاصة وبحالة كنت انا رد نسرا كنت اوان سبيكم وكان ايجبني الحال مني نصور معكم فيديوهات حتى انا كنكن يعني مستمتعة بدك الشغل اللي كان ندير وبدك الترتيب وكل حاجة بلاصة سوف اينا بغيت ندير واحد للكوان بحالة هكا فوق البوتاجي در تحنادوك الفاني ذا اللي بنات زوين واخا هو زيد في التامن شوية سوف نشاركوه معاكم في الفيديو اللي اللي منبعد ان شاء الله فكيدا بتقريبا 30 برهمة الباكية ولكن اراه ما فيش الملوينات كما كاسبين فيه كي بقى حاجة زوينة هكا تعطوها الوليدات ففي كي منشتوه ذاك الكواني اللي بنات بحالة هكا وريضات خضيرين بحالة هكا وضرت فيه ديك لاصص شوكولة مهمة حاول ندير واحد لكواني كتغير وصافيغي كتغير وهنا هاد الفيديو اللي هدوتا هم البنات خديتهم سوف نشاركوه معاكم في التقديم اللي هنخده لكم الاتمينة مهمة هادو اللي بغاتهم راكينين في في مرجان كانوا البنات كي درهمة الواحد ودارو اللي هم ده بغيت بغي عشرة درهم اللي بغاتهم بلا متسنوة نحط لكم الفيديو ديه التقديم وهنا ده المجورة مادوش عليهم البنات لان بغيت حتى ان شاء الله نخملهم معاكم ونرد كل حاجة بلاصة كيفما قلت لكم كي بقى واحد فاش كنا نشقى معاكم اراه كي بقى كيدوز كل شي زوين سوف هنا البنات كيفما كتشوفوا غادي ندوس نشارك معاكم نشارك معاكم الغذيوة ديه اليوم بعد المرة تكون لحاجة بلاصة هنا هذو كل الكويسات اللي تقزلي فاتلي وردتكم ابنات في اللول راحت لم تساهمة خديتهم من كارفور غسلتهم من الغبرة ودرتهم تم تسقطرهم اللي غا نصيفهم ان شاء الله هاد التحلية هادي بالنسبة لبنات التحلية ها نديرها بهاد هاد الباكيه هادي اللي كانوا بريكم تهيضنا تخديتها ممكوشي كوشي غا تلقى ان شاء الله في التقضية شي حاجة اللي زوين البنات الاقتصادية في تحلية البنات خديت كاسرونة كيف ماشو درس فيها لطر ديال الحليب ممكن تديروا اي نوعية ديال الحليب عندكم درس انا اطره هنا في الكاسرونة وغادي نزيد هادوك الجوج صاشية التحلية البنات صراحة اول مرة كنديرها يعني باش نكونوا يعني صراحة راكم معارفين اخذكم لي كنقولها لكم هاد التحلية اول مرة كنناخدها ومهم لي قريت في الطريقة التحضير دياله وخماوات حاجة كطريقة ولكن مهم كل صاشي هي البنات راقية بستدراهم في هرب عادية اللي صاشي كل صاشي قديري نصف لطر ديال الحليب وبما انني كنما قلت لكم اول مرة غادي نديرها خفتها لما تجيش مجموعة ورشاة ولكينجات واعرة انا غا نورع لكم مازال غا تشوفوها معايا دردك اطره الحليب تفيجو صاشيات لان انا ما غاديش كفاني نستطره اطره عطاني دوكس تزلي فتجاني حساب هنا وتفاديا باش كنما قلت لكم اه جوج هدو صاشيات جوج معلقات ديال وزيت تلاته المعلقة ديال الخيام باتيسيار وزيت تلاته المعلاق ديال السكار بنسبة للسكار السكار اطره 디자قر ما فيه ايه سكار لان هذه تلاته المعلقة انا جاوني حساب حساب كان يكون مزيت شئ معلقة ورابعة غاديجي هي هياها ديك مبارا دوك تلاته قلت لكم انا قلت غاديجي نجربو ونشوفو لكن صدقات هي هياها ديك سوف نضعها فوق البوطة كيف نماشتوا مع التحريك المستمر دائما نعرفوا أن هذه النواة في حلقة النشاة والطحين والأدم اللي كنديروهم مع الحليب كنبغون بقاء ونحركوا خوصا شعجة اللي كتكون كتختار باش كما كتحتلش لنا في الكاترونا والفادا وتحرك كنبغا نحرك نحرك ما كنزكاش علاب التحريك بالنسبة للناس هنا يخذتنا هات الزليفات هادو ممكن تاخدو اي حاجة عندكم كتدرو فاتحلية ديالكم خودوها معلش راكوشي كي يجيزوين كل شي بأبسط الأشياء را نديرو طبيعي للي زوينه ونخرجوه العجب كي ما تقولو المتعجب من كوزينتنا بدك شي اللي عندنا صافي هات الزليفات هات الزليفات هالبنات نور ممارا كي تديرو فيهم هكا زبطات الزيت وفيهم الغليقة ديالهم وكن انا قلت علش لا ما نديرش فيهم هات الزليقة من هانيس يتسدو الدروف اللاجه ما كيشربو ريحالة والوالو ما زوينين صافي هنالبنات كيف ماشو غادي نخوي هاتيك تحلية بحال هاكا البناس على فزليفات كاملين صافي وغادي نخليها على سطح العمل حتى كتشد حرارة المطبخ يعني ضروري البنات حتى كتشد حرارة المطبخ عادة باش تدخلوهم التلاجة ما تدخلوهم شو ما تسدوهم شو ما سخاني باش ما يديروش لكم الماء باش ما ذاك البوخر ما يرجعش ما ويبقى لكم على سطح ديال تحلية ديالكم صافي هانت وما البنات شو الكيميديا الايترو عطتني ستة بالحساب هادو زليفات هالبنات ركبوا يبراين سوف هنا غنخلي كما قلت لكم حتى وكاني شدوا حرارة ديال المطبخ يدفع وما يبقىش يطلع داك البوخر هذا باش نديرو ماد الغليقات ديالهم ونديروهم فتلاجة ونخليهم يعني حتى يبردو على خطر خطرهم ومن بعدها البنات غادي ندوز هنا اه نوريكم اه مهم هنا راها قديت لكم كل شيء في المونتج وخاءنا اني كنت خليتهم بردو ديال الغضاء ولكن انا قديت لكم هكا في المونتج باش يجيكم كل حاجة مقدة هنا البنات حليا بعد ما بردت مزيان خدت وقتها الكافيرا درتها بالصباح بكري حتى قرب نحط الغضاء عد زينتها بالنسبة لبنات الزينت درتها دوك اللي بيبيت شوكولات درتها داك الفاني ديال حبيبة شتوها البنات وهنا زينت بها ديال الصوص الشوكولاتها هي البنات زوينة الخزايدة شو هي في التعمل انا كنت خليتها ديالي بنات غير برومو اه كتجي واعره هاد الصوص الشوكولات هذا ممكن تدرو الصوص الشوكولات اللي كنشارك معكم دائما اكتر اقتصادا وانا ديالا را كان ليرا معكم وانا كنلقى شي حاجة هكا فيها تخفضوا هذا را كان ناخدها هنا هي البنات زينت حتى دوصو كاراميل تاية كانت عندي ممكن تخلوهم عادين ما تدرو فيهم تشي حاجة اكا كيكون كتزيني بحلقة وصافي لكن لا متوفر ما متوفرش لكتخليهم عادين راكي جوزوين عندما البنات غادي نوريكم القوام ديالا كتجي شادة اه صراحة كانت ممكن انا جيب لديك جوج معالق ديال كخيم باتي سيغير انا كيما قلت لكم احطيات وصافي لانا اول مرة نستعمل هالتحلية هادي صافي اه هنا غاندوس نشارك معاكم بالنسبة للبنات للغضاء مرعبتي عندنا كيما قلت لكم واحد الحرارة واحدة فكنديرو غير حاجة تكون سهلة شي باقي عندنا كيما قلت لكم الصيف باقي كانديرو بحالك كتش حاجة لغي خفيفة وصافي المويمة لبناس غنشارك معاكم واحد الكيش وغنديرو معا اكيد مرافقتها كالغضاء هناكي جيزوين وتاوزر صحي وفيه بزاف فيه غضيرة فيه لحم فيه كتغيير بلا ما نديروها كتش مريقة لشي حاجة نديروها كف وصافة اللي بحالكة مهم خليسة غديسة واحدة لبصلة كبيرة مهم حجم كبير غاد ينقطعها رقيقة هانتوما المشو رقيقة رقيقة بزاف بش ضغية من اللي نديروها تشحر لان هاد البصلة هاتي غاد ينضيرها في زويتة ومليحة وشوية ديال البصر وغاد ينخليها حتيك التعسل كنت شاركت معاكم ابنة هاد الوصفة هادي فرمدان را كتجي زوينة شاركت معاكم حتى لباق بغيزي اللي بغا تصوبها في الدار شاركت معاكم الوصفة كاملة اليوم هندير معاكم عيل حشو يعني تشهيد هاد الكيش هادا وقلت عليش اللا ما نديروش اللغضاء بنسبة للتومة البنات شوفوا انا را ندير هاد طريقة هادي كتجي نسالة كتجي نحسن من انا نجبت الحكاكة ونحكى التومة شو ربنات كيفاش كندير الموس كتجي هاد طريقة زوينة البنات وسارعة برصة ميزة لدي تومة يجب أن يكون حسن في هذه البصفة لن تساعد ونضع بطه ونضع التومة تحكي بطه تساعد عفتي غيهات البصيلة اللي بنات مع ذاك هذا مع ذاك المليحة وبظلو الله تاكي الجي غيهات كي تجيب بنينة ومع السلة وهي اللي كتزينها دلكيش هذا سوفي غادينا ناخد ذاك البصيلة غا نحاول نسقطرها من ذاك الزيت لأن الزيت هو اللي غا نشحر فيه مازال المكونات الأخرين سوفي ناخديت واحدة بصيلة ولا شيء إيناكي في الماكان اللي غا تجمعوا فيه نجمعوا فيك على المقادر ديالكم سوفي غادي نحيد ذاك اللي بصيلة هنتم البنت كي تجير كي تجيب عسلة كنرجع هنا يا نفس المقلال بناتها كتكون في ذاكات راية وذاك الزيتها بنينة غادي ندير في الدجاج ممكن تديروا بلاس الدجاج كفتا ممكن أي حاجة ممكن تديروا لكنتو غادي تديروا الطن كتخلو حتى تخلطو مع الباقية كيش ديالكم وكتديروا لأنه ودي جا معدكم ما يعني معدكم ما الطيب وفيه غا كتخلطوه وتديروا في القواليب ديالكم سوفي غادي نزيد الملحة غاية هو البنت ردو البل بزف بزف الملحة لأن الحاجة اللي كان كنكون كل حاجة كتطيب بوحدها القادرون ما نشدوش لالعبارة الملحة ماشي بحال مليك تتخلطي كل شيء يدير الملحة تما كتشدي عبارك هنا زيت واحد شوية ديال الصوص الصوجة سوفي غادي نتجرى ضغيا كي طيب البنت ملشي بقاش بزف هنا خديت فلفلة ألوان تهي في نفس الزويتة سوفي غادي نشحرها واندوز باش غادي نصيبوا ليكيش جيانا عندما البنات هنا يخذت واحدة وبالنسبة لهذا اللي كي شرد ما تغيش ريتهم هاد الاباتة يغيش ريتها ما صيبتش في الدر بصراحة ايش انجو لكم رائع لان كل اللي يصواب الحاجه وكل اللي غايت عداليها لنا ابنات خديت عشرة القوالب بعشرة ديال الدراهم واندينوا بقاش بو دراهم الوحدة ولكن اللي ابنات رحى صراحة رشي حاجه اللي يزوين او مخدمين باينة ايه او مخدمين بالزبدة هنا سوف ندخل قطع الدجاج في الأول قدرت المعلقة بإيدي صراحة بإيدي تشد بإيدي تبردها وتعطيها لك والمعلقة هي مرتبة وتعطيها لك سخونة والله لا تدخلوا صراحة نسي زمان لقلوا حجرها كائنا سوف ندخل معلقة سوف ندخل فوق الدجاج سوف ندخل فلفل وسوف ندخل فوق البصيلة سوف ندخل فوق البصيلة سوف ندخل فوق البنة لكي يشاهدوا نحن مهمة الوصف في الغالب لم يكن ربطوهم برمضان حتى هيا وكذلك لن نرى الأيام العادية التي سوف نقوم بها كما نستعمل في الأيام العادية من الزيتون لنرى الأيام العادية لم يكن قد تبقى سوف نعود بإيدي سوف نضيف بيضات و نضيف خمارة كاملة و نضيف ياغورت طبيعي و نضيف مليحة و نضيف شوية البزار نضيف 3 من المصادوات لا نستخدم للياب فرمج لنضيف ملجانا و نضيف ملجانا و نضيف ملجانا و نضيف من البطفل و نضيف غير ملجانا و نضيف حماريا و نضيف ملجانا و النوار سوف نضع الخليط ونضع الخليط لا تعمروا القوالب لك لأن البيض والخمارة ينفخوا قليلاً لكي لا يفايدوا لكم ثم نضع الخليط ونضع الخليط ونض Jungbar نضهق خليط الخليط نضع الخليط من فكراً سوف نضع الخليط ونضع الخليط وسيشعلك الخليط技 week نقوم بتصغير من تحت ومن فوق ونقوم بتصغير المرافقة للبنات سوف نتم بطاطا وحكيتها في الحكاكة الغليدة سوف نجد بعض المعقودة للبنات سوف نسلق بطاطا سوف نقوم بتصغيرها ونزيد القضية الفورس ونزيد القضية الكبيرة سوف نقوم بتصغير ونرى من البيض نرى من التحضير لأننا لم تتوققها من البيضات ولكن كما تفضل هنا هذه القضية في المجمي كان الأن أفضل سوف ينقوم بتصغير المنزة لدينا أحمار تم تأكد تحمير المع Chain ثم تتجد انتوا في توكرة ثم نحن بجرد القضية فرملة ثم صافية ثم ت battling خلط الخالط مزيان البنات هنا غا تشوفوني أنا نيزة بيضة وغا نوريكم الحجم ديال البيض رأي صغير عندي كان نخليج بلاتو وطوحط البلاتو خرج ديال البيض فيه صغير هانتوما أنا غا نوريكم شو ديال البيضة قد تشرا صغير ورا مهمتوما ديرو غاي بيضة وحدا سافي غا ديال نخلط مزيان هانتوما البيضة والحاجة اللي نأكد لكم عليها هي نشوفوا بتطا ديالكم من اللي تحكوها في الحكاكة الغليضة نشوفوها دلوها في شبكة ووركوا عليها مزيان تيخرج داك اللي ما ديرها ضروري من هاد المرحلة لبنات سافي ندرت زويتها حتى سخنت وراني ناقص البنات البوطة ناقصوا باش ما تخطفش لكم تطا ديالكم وطيب على خاطر خاطرها هي كين اللي كي هزاكة بالمعلقة ويحب أنا كنحاول أنا لأنني نقدها بيدين أنا مليكة جي من شنة فا من جنب دوك شنة شنة يفات اللي كي يكونوا في جنب كيتحرقوا هم اللي ولين على عكس مني كتكاتدوا ويقدخلوا دوك شنة ليفات للهذا المداخل كتطيب مقدة فهمتوني يا لبنات ما تجيش مشين تفاو صافي صافي غادي نديرها لبنات هذه كنتطا قد تتقلك في ماشته غير هو نقصوا للي يعني نأكد عليكم بنات نقصوا حتى تحمل والطيب على خاطرها انتما اللي تشوفوا هنا يوم را تجي مقرمشة يعني سي ربنات تقرميشة اللي كتجي فيه خصوصة اللي كليتوا هستخونا كنت تجيب قلم شغير هو ما قلت لكم في الطياب خلوها الطيب على خاطرها ونقصول البطورة ما كنت تشربش على البنات الزيت نهائي زيت اللي طيبته فيه هو اللي كي يبقى أنتوما البنات كيف ماشتوا غادي نحيدها وغادي ندوز باش غادي نكمل لذلك الكيمية اللي بقات عندي صافي ونتلقوا من شاء الله في الطبق النهائي ديانا وفي الغذيوة ديانا نشاركه معكم أكيد ومن هنا ما تنسوش خدكم من واحد تعليق ومن واحد اللايك وانتوما كتفرجوا في الفيديو وفاهمتوا من شاء الله معي أي حاجة قدرتها هانتوما معي صافة البنات سنتوما كيف ماشتوا هاليا الغذيوة ديانا اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب هنا كيفما كتشوفو ديانا كيجو بديك لابا غايلة اللي يدرنا كيجو سوف لي البنات كيجو حاجة اللي زوينا الكيش مصيبة معكم البنات في رمضان صيبت معكم لابا تبغيزة وصيبت معكم حتى الحشوة أنا غنقسم معكم أكيد وحيدا بشوفوا كيفاش كتجي هنا بنسبال هذه المعقودة كما كتشوفو را كتجي زوينا البنات كتغييرها كتجي زوينا غير نقصو ليها البطاق لها الطيب بالنسبة لها تشليضة كما كتشوفو أنا بناديك يبغيوها ولكن بسكار مهم كما تنقولون مستبغيري يأكلوا بسكار هي بالملحة كان قدرت تغيير المهم شويت الخسكة عندي وخيززو وطوماتوريز هاتشي اللي كيجو بنات ديال غذيوة ديانا نقصم معكم الكيش عاد ندوز معكم التحذية ها انتم هي البنات على الكيش ديانا شوفو 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 الروعة الروعة شوفو ديال الحشوة اللي درنا مع ديال الباغاي مع هاد الفروم شاكا كيجي شي حاجة اللي طوب شوفو البنات زوينة زوين غير جربوه بعينيكم غمضينا البنات وحتى مصراحة هاد بالنسبة للعجينة حتى هي كتلعب دور كبير انا كيما كلكم بنات غير شريتها شوفو البنات الرق ديالها انا كلي كيصوبها كلي ما كيصوبهاش بالنسبة للتحلية انا البنات حطيتها معها لصوص اللي بغا يزيد ليصوص شوكر ولا ولا كارامل بالنسبة للبنات نعود نوريكم الامبلاج ديال التحلية ها هو البنات لمشيتوا مويم ليقه هون سغفات كاملين را كيتباع فيهم انا كنت كنشوفها ولكي مع ماني مزعمت عليها وفاش شريتها تحضرها في نفاق نفاقني وحدة نمي البنات فيها 4 اتمنى الاعجاب اشتركوا في القناة انا اشتركوا في القناة